إنما خلينا في رونالدو رونالدو الحقيقة يعني حول الفنادق بتاعته إلى مستشفيات لعلاج مرضى كورونا بالمجان والله العظيم بني آدم شايف الراجل عنده مجموعة فنادق أو فنادق إن البرتغالي كريستيانو لارد بلاعفيونتس قرر تحويل مجموعة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات ضمن الجهود المبزولة في بلاده لمكافحة انتشار فيروس وبحسب موقع فوتبول إيطاليا فإن رونالدو قام بتحويل الفنادق اللي بتحمل علامته التجارية إلى مستشفيات لعلاج المرضى مجانا وهيدفع رواتب الأطباء والعاملين تحياتي إلى رونالدو كريستيانو رونالدو طيب السؤال بقى ليه بقى الجيش بتاعنا الحلو السكر ما يحولش مستشفياته لمساعدة المواطنين أمام هذه الكارثة أو بلغة الأستاذ محمد رضا أمام هذه الكارثة أولا ليه الجيش الجيش يعلن جاهزيوت المكافحة فيروس كورونا جميل جدا جميل جمال ما لوش مثال بس هتجهز بإيه بأسلحة فتاكة برمشعينه اللي دباحن رمشعينه ولا هتجهز إيه بقى السلاح اللي انت هتاخده وتجهز بيه الكورونا وتسعى استعد هو ده اللي يعني هتجهز إزاي هتفتح بقى دار الدفاع الجوي والحرس الجمهوري والحاجات دي لاستقبال حالات وتدفع كده زي ما عمل رونالدو كريستان رونالدو قال لك الجيش بص امش ورا الخبر السيسيو خصص يوجه بتخصيص ميت مليار جنيه ميت مليار جنيه لمكافحة كورونا بس كده بس خلاص اتفاعمت الفولة امطلع ان عرضة صورة لسلاح اسم وسلاح مش عارف حاجة سلاح في الجيش كده قال لك فضينا البتاع فضينا التفايات الحريق وملناها بالبتاع ده المطهرات فمش عارف سلاح ايه في الجيش ايوة حرب كيموية